يبدو ان الحرب في اوكرينيا لن تضع اوزارها في المستقبل القريب فالمواجهة تتجه الى التصعيد مع تعهدات غربية بدعم كييف بمنظومات دفاع جوية بينما وصفت موسكو هذه الخطوة بانها ستجعل الحرب اكثر ايلاما ففي اجتماع طارئ لمجموعة الدول السبع الكبرى بحضور الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي تعهد قادة المجموعة بمزيد من الدعم السياسي والمالي والعسكري لاوكرينيا في مواجهة روسيا بما فيها تزويد كييف بانظمة دفاع جوي بعد الهجمات الصاروخية الروسية كما شددت المجموعة على ان استخدام روسيا لاي اسلحة كيماوية او بايولوجية او نووية سيكون له عواقب وخيمة جاءت استجابة دول المجموعة بعد طلب من الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي خلال كلمة له عبر الفيديو امام قمة السبع حيث شدد على ضرورة تزويد بلاده بمنظومات دفاعية في مواجهة الصواريخ الروسية كما طالب ايضا بوضع سقف صارم لسعر صادرات النفط والغاز الروسيين وفي خط موازن صرح الامين العام لحلف شمال الاطلسي النيتو يينس ستولتنبرج بمؤتمر صحفي في بروكسل بان هناك دولا ستوفر منظومات دفاع جوي متقدمة لاوكرينيا للدفاع عن نفسها تصريحات ستولتنبرج اكدها منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي بالبيت الابيض جون كيربي الذي صرح بان واشنطن لا تستبعد تزويد اوكرينيا بصواريخ باليستية تيكتيكية بعيدة المدى في المقابل قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ان الكريملين سيراقب عن كثب كلما يتعلق بامدادات الاسلحة الاضافية الى سلطات كييف مشيرا الى ان تسليم انظمة الدفاع الجوي الامريكية الى كييف سيجعل النزاع اطول واكثر الما بالنسبة لاوكرينيا لكنه لن يغير اهداف روسيا